طريق ربما قد يكون ممهدا ومعطرا بالورد والزهور لليمن السعيد حصدوا أول ثلاث نقاط في مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة هدف وضعه لاعب المنتخب الأول نصب عيونهم خلال موقعات الاستاذ الوطني والتي جمعته بمستضيفه السنغافوري لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه خصوصا في ظل الحذر الدفاع المفرط من قبل كتيبة سامين عاش وهو ما استثمره المنتخب السنغافوري ليفرض أسلوبه سريعا مشكلا الكثير من الخطور على مرمى الحار السالم عوض لكن يقضت القائد في ظل توهاد دفاع وقفت سدا منيعا أمام سيل الهجبات السنغافورية خلال ثلث الساعة الأول ولأن كثر الضرب يوهن حتى الحديد فقد تلقت مرمانا هدف السبق السنغافوري برأسية المهاجم إحسان فندي في الدقيقة السابعة والعشرين هدف كان بمثابة الضارة نافعة حيث تحرر المنتخب الوطني من الأدوار الدفاعية وأرسل سروري عرضية من رواق الأيمن سيطر عليها عبد الواسع المطري ليطلقها قوية في شباك السنغافورية مدركة لتعادل في الدقيقة الرابعة والثلاثين وأرسل ناصر محمد تمريرة خلف المدافعين وضعها محسن قراوي فوق الحارس ليراقبها وهي تتهدى في المرمى واضعاً اليماني في المقدمة مع آخر لحظات الشوط الأول وكما كان الحال في الشوط الأول ركن ممثل بلادنا مجدداً إلى الأدوار الدفاعية مع بداية الحصة الثانية الأمر الذي كلفه تلقي هدف تعادل بواسطة فارس رملي إثر كرة مرتدة من الحارس سالم عوض بحلول دقيقة الثانية والخمسين وظل اللعب سجالاً بين المنتخبين بحثاً عن هدف الفوز الثالث في حين استبسل عوض في التصدي لتصويبة فارس رملي القوية ليفرض نفسه نجماً للقاء مبقياً النتيجة على تعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما حتى أطلق الحكم الأسترالي الصافرة النهائية بهذا التعادل أصبح في رصيد كلا المنتخبين نقطة في مستهل مشوار التصفيات الأسيوية المزدوجة على أمل تدعيمها بنقاط أخرى في الجولة الثانية التي ستقام الثلاثاء المقبل حيث تشد كتيبة الأحمر اليماني الرحال إلى العاصمة البحريني المنامة لملاقات نظيره السعودي في حين يلاقي المنتخب السنغفوري نظيره الفلسطيني دمتم بحظ الله ورعايته السلام من الله ورحمته وبركاته